أيام الشهر الكريم بتجري بسرعة النهاردة 21 رمضان خلاص بقينا في العشر الأواخر من رمضان اللي بيكون فيها ليلة القدر ليلة القدر أفضل ليالي العبادة والعمل الصالح ومن عظمة الليلة دي إن بها دعوة لا ترد وعشان كده لازم كلنا نحاول نكثر في الدعاء فيها طبعا يا منا احنا كنا لسه من كام يوم بنقول أهلا رمضان ومرحب شهر الصوم خلنا بقى يا بركة رمضان خليكي في الدار خلاص بنودع بنودع خلاص أهلا شهر الصيام خلاص بنودع يعني لكن ليلة القدر طبعا من المعروف خير من ألف شهر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروها في الأيام الوتر في العشر الأواخر يعني الوتر الليالي الفردية ممكن ليلة القدر كانت مبارح مثلا ليلة 21 أو 23 ليلة 25 27 و 29 رمضان كل هذه الليالي هي من الأيام المباركة وأيام العتق من النيرة أعتقد عشان كده عندنا فرصة كبيرة أننا نختلم الأيام المباركة دي في العبادة وفي الطاعة وفي عمل الخير وفي التكافل وفي الرحمة وفي الاكثار من العمل الصالح بكل تأكيد وطبعا للدعاء لازم نكثر من الدعاء والدعاء المحبة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنك عفون تحبوا العفوة فعفوا عنها طبعا عندنا الأيام الوترية اللي هي الخامسة زي ما قلنا اللي فاتت منهم ليلة خلاص فضل الأربع لأيالي نقدر نعمل فيهم إيه نقدر على الأقل نوزع الأعمال الصلاحة بتاعتنا خلال هذه الأيام نكثر مثلا وليكن ركعتين في كل ليلة فكده احنا ضمننا أن فيه ركعتين صدف وليلة القدر نطلع مبلغ من المال أيا كان المبلغ اللي هنطلعه كل واحد يطلع بقدر استطاعته لكن هيصادف لا محالة هيصادف ليلة القدر ربنا يتقبل منا جميعا الصلاة والصيام ويجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم مرة تانية بتصبح لحضراتك وأهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر